الاتلاف السوري يرجع المؤتمر المقرر لاختيار رئيس حكومة إلى موعد غير محدد وسط محاولات أمريكية روسية لفتح حوار بين النظام والاتلاف انتهت اللقاءات لمجموعة أصدقاء سوريا المجتمعين في روما إلى الأعلان عن مساعدات إضافية للمعارضة السورية تبلغ 60 مليون دولار إضافة إلى مساعدات مباشرة للمرة الأولى من دون الوصول إلى مرحلة تقديم الأسلحة المساعدات التي وعد بها وزراء خارجية 11 دولة بينها الولايات المتحدة والأوروبيون تزامنت مع دعوة رئيس الاتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب إلى إلزام النظام السوري بإيجاد ممرات إغاثية آمنة أما في موسكو فكان لقاء بين الرئيس الفرنسي فرانسو أولاند ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تم فيه تقريب وجهات النظر بين البلدين حيال الأزمة السورية ولم يخلوا من بعض المزاح في التفاصيل أن الرئيس الروسي اعتبر أن من المستحيل التوصل إلى تسوية للأزمة من دون زجاجة فوتكا فرد الرئيس الفرنسي ممازحا ومقترحا زجاجة نبيذ بورتو أما في الميدان فسيطر المعارضون على الجامع الأموي الكبير في مدينة حلب بعد انسحاب القوات النظامية منه إثر اشتباكات مستمرة منذ أيام في حين قتل شخص وأصيب آخرون في انفجار سيارة مفخخة في أحد أحيانه